في كثير ناس بسألوني لو بدي أجدم لهجرة القرعة العشوائية لأمريكا ممكن أجدم عن طريق مكتب في كثير ناس بسألوني لو بدي أجدم لهجرة القرعة العشوائية لأمريكا ممكن أجدم عن طريق مكتب أو هل تقديمي لطلب القرعة العشوائية لأمريكا يزيد من فرصي بالقبول لأنه في كثير مكاتب للهجرة في بلادنا العربية خصوصا في بعض البلاد بتكذب عن الناس وبتقول لهم انه لو قدمت عن طريقنا في احتمال اكبر انك تنقبل قال يعني هم بعرفوا سر التقديم وبعرفوا اشياء ما حدا غيرهم بعرفها هل هذا الكلام صحيح الجواب طبعا لا السفارة الامريكية ما بتفضل حدا على الثاني وما بتختار واحد من دون الناس وما بتختار فئة معينة لا بتختار رجال وبتترك النسوان ولا بتختار المتعلمين وبترفض الجهلة ولا في اي مقياس انها تختار بعض الاشخاص وتترك البيين ولو كان فيه سبب او سر للنجاح ما بتعلموا لمكتب هجرة وبتترك الثانيين مش عارفينه بعض المكاتب شو بعملوا تيجي انت بدك تقدم لامريكا باخد صورتك باخد جواز سفرك باخد بياناتك بقدم لك عشرين طلب مرة بحط ناصر حرف اس واحد مرة اس مرتين مرة ناصر بالي مرة بالاي مرة حسين اس مرة مرة اس مرتين مرة حسين دبل اي مرة حسين اي اي مرة حسين اي اي ولو انقبلت باي واحدة فيهم بقولك بكل بساطة انزل على الجوازات عدل الجوازة بعشرين دينار بدل ال اي حط اي وتعال بيقبله فهي كلها طرق غير قانونية ولو انت غلطت وقدمت كل الطلبات هاي بنفس الصورة الشخصية الكمبيوتر رح يكتشف انك محتال ورح يرفض كل الطلبات كل طلب بالغيثانة تلقائي بعض المكاتب عاملين اشاعة انه احنا بنعرف اوقات معينة التقديم فيها بزيد فرصك هم بقولوا التقديم من 14 ل7 11 فلو قدمت يوم 14 او 10 10 او 20 10 او 1 11 او 3 11 نفس الاشي الكمبيوتر بستنى لما الطلبات تنتهي وبعدين بصف الطلبات الغير قانونية او الغير مستوفي للشروط بلغيها بعدين بعمل قرأة عشوائية زي ليه نصيب بالزبط بيختار 120 الف او 130 الف طلب فانت قدمت يوم واحد ولا يوم 31 نفس النتيجة فرصتك بالقبول واحد على 10 مليون او واحد على 100 مليون بعضهم بضحك عن الناس بقولوا خلي الطلب عندي بعد اسبوع بعبيلك ياه ليش انا بعرف اللي بقدم اخر اسبوع في هذا الشهر تبع التقديم فرصته اعلى كذبين بس بدي يعمل لحاله سمعة نصيحة 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 وهي النصيحة من السفارة نفسها ادخل هسا عموقع السفارة بتلاقيها مكتوبة اوعد جدم عن طريق مكتب اذا بدك تجدم عن طريق مكتب اولا بدك تضل فوق راسه بده يعبط طلب وانت جاعد تتفرج لانه لو زاد حرف او نقص حرف تلقائيا الطلب يتم اهماله رقم اثنين اخر الطلب اخر كلمة في الطلب لما يكبس تقديم او سبمت رح يطلع له اشي اسمه confirmation number رقم من 15 او 16 منزلة لازم يكتب لك يا عورقة او تصوره بالتلفون لانه هذا الرقم اولا لا يمكن تعرف ان جابلت ولا لا الا اذا كان معك رقم اثنين ممكن يستغلك فيه لما يعلنوا النتائج يقول لك هات 5 دنانير بدور لك ان جابلت ولا لا او مثلا انا ببحث لك بحث وطلعت مقبول رح يقول لك هات 20 دينار حلوان انت عليك تقدم الطلب مدامك بس تصبمت ما بطلع لك تسألني بعد اليوم عن اشي تعطيني ال confirmation number فلا تخلوا حدا يضحك عليكم ان شاء الله مجرد ما بدأ تقديم الطلبات انا رح اعملكو فيديو بالتفصيل كيف الطلب بتعبه ومش صعب ابدا يعني هو الطلب كله بتعبه ب7-8 دقائق ومسموح لك لحد 30 دقيقة انك تعبيه بعد 30 دقيقة بسكر بتفتح طلب جديد عادي بالتوفيق للجميع واللي عنده اي سؤال يسألني اياه نعمل فيديو فيما بعد بعنوان الرد على اسئلة المتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة